بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يا سادة الأحداث متلحقة وكتيرة بس والأحداث متلحقة وكتيرة لازم يبقى عندنا خط خط مهم جدا جدا اسمه خط البصيرة إزاي نشوف أحوالنا وخط البصيرة دوت اللي احنا أخدينه من قولة علبة للإنسان وعلى نفسيه بصيرة وأنا في الحقيقة مهتم من زمان قوي بمسألة علم جديد اسمه علم اجتماع التدين فكنت مهتم جدا جدا أشوف الأحداث دي بتعمل ايه في تديننا والأحداث دي بتعمل ايه في تغيراتنا لا شك أن الأحداث دي بتعمل تغيرات في نفسنا وكمان في البنية المجتمعية فاحنا لابد أن احنا نركز وندرس الكلام دي دراسة دقيقة وأنا بعمل كده في الحقيقة أنا مركز جدا جدا في الفترة دي ماذا ستولد الأحداث من دواير ممكن تأثر تأثيرات بعضها سلبي وبعضها إيجابي وعشان كده احنا بنسمع نركز بقى الحلقة محتاجة إن احنا نركز مع بعض لإن في بعض المعاني اللي احنا محتاجين نفكر فيها بدرجة كبيرة جدا جدا وبعرض الكلام اللي أنا بعرضه في الحلقة النهاردة دي على المهتمين بالشأن العام والمهتمين كمان بنفسنا والمهتمين بأحوالنا موسيقى